هناك جهود تبذل حاليا لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي على مستوى ترشيق الجهاز الحكومي وتحرير الاقتصاد العراقي من سلطة الحكومة بعض القطاعات الاقتصادية الحقيقة الحكومات السابقة تورطت بها لأنها كبلت هذه الموارد لو أديرت ثروات العراق بعقلية الاستثمار بعقلية قطاع الخاص النظامي لأحسننا إدارتها بكفاءة وأيضا لساهمنا في تطويرها فباعتقادي الورقة البيضاء أشارت بوضوح إلى دور القطاع الخاص في عملية التنمية ما يعوزنا أن وزارة المالية كوزارة سيادية تقوم بإعطاء ضمانات سيادية لصالح المستثمرين وهؤلاء المستثمرين بإمكانهم أن يخلقوا إعادة هيكل الاقتصاد العراقي بفترة قصيرة موارد البشرية حاليا المتوفرة في البيئة العراقية بحاجة إلى إعادة تأهيل القوانين العراقية قسم منها يصطدم بعملية جذب الاستثمار أشار الأستاذ إلى أن هناك مخاطر عالية في البيئة العراقية تحفيز شركات التأمين العالمية في عملية القدوم للأراضي العراقية وإعطاء محميات لهذه الاستثمارات ستساهم في عملية تحريك البوصلة باتجاه الداخل العراقي ما يعوزنا أن الموظف الحكومي لا يستطيع إدارة ملف استثمار العراقي يعني العراق هو عبارة عن فرصة استثمارية علينا أن نخلق جو من جولات التراخيص لكل القطاعات وبشفافية وبمهنية وبتنافس عالي وتدريجيا يمكن التخلي عن دور الحكومة كمنتج وتتحول إلى مراقب إلى مرشد ويستطيع القطاع الخاص لو أكلت إلى هذه المهمة النهوض بهذه الموارد نلاحظ الآن معظم الدول التي تبنت منهج الاقتصاد الحر تحاول إعادة تأهيل النظام المالي المصرفي وكذلك برصة الأوراق المالية لكي تمول النشاط الخاص بتكاليف مخفضة بالإضافة إلى التمويل الأقليمي والتمويل الدولي